أولدي عمره عشر سنوات وكثير البكاء إذا لم يستجاب لطلبه طيب يعني هو واضح أنه مثلاً لما كان صغير كان يبكي وبالتالي أنتوا بسرعة كنتوا تستجيبون لطلبه فتعزز عنده سلوك البكاء لأن لما كان صغير ما كنتوا تتركونه يبكي على طول تستجيبون شلي يبي نعطيه هيا فهني تعزز عنده سلوك البكاء خلاص حين فهم يبي شي يبكي أنا مرة يعني دخلت في مشكلة زوجية الزوج عمره 32 سنة والزوجة 27 ستا وعشرين طبعاً إياه واثنينهم شو تقول لي الزوجة والزوج معها تقول لي زوجي يذبحني يعني يطلب مني طلب إذا ما استجابت لها يبكي يبكي عمره 32 سنة يقولها يبي لي قلاس ماي ما جابت قلاس ماي يبكي طبعاً أنا التفتع كان أقول صحيح الكلام قال لي والله صحيح قلت لنا زي أنت ليش تبكي يعني أنت سريع دمعة يعني كان يقول لي ما عرف تصرف يطلع مني لا إرادي لا إرادي أطلب منه طلب أطلب من زوجتي طلب ما تستجيب أبكي طبعاً قاعدت أنا أرجع للتاريخ لما كان طفل شو اكتشفت اكتشفت أنه طبعاً كان طفل مدلل جداً وكان وحيد أمه وأبوه فكان أبوه يدلله أمه يدلله وكانت جدته يدلله وجده يدلله لا يرد له طلب أبداً وإذا عصب أو طلب طلب وما استجابه يبكي أول ما يبكي يستجاب له خلاص تعزز عنده السلوك يعني مثل فرشة لسنان تعلمون فرشة لسنان أنتوا الحين إحنا شو نخلي الطفل يعني يتبنى سلوك إحنا نبي نغر السلوك معين أو قيمة معينة في طفل كيف نحولها إلى روتين إذا صارت روتين صارت جزء من شخصية الطفل إذا صارت جزء من شخصيتها خلاص تبنى السلوك مثل الصلاة يلا يا بابا نصلي يلا يا بابا نصلي يلا يا بابا نصلي يلا يا بابا نصلي خلينا الصلاة روتين تبرمج صار ما يقدر ما يصلي لأن نتعود على الصلاة فرشة الأسنان نفس الشي يلا يا بابا فرج يلا فرج 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 من عمره 3-4 سنين وإحنا نقول له فرج 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 لما يصير عمره 6-7 سنوات ما يقدر ينام يوم بدون ما يفرج ما يقدر ليش؟ لأنه تحول السلوك إلى عادة والسلوك لما يتحول إلى عادة يصير صعب الانفكاك منه هذا ابو 32 سنة يطلب من زوج تطلب ما تستجيب لا يبكي ليش تبكي؟ لأنه تحول البكاء إلى عادة شايفين؟ قضية ترى خطيرة جدا وطبعا لها علاجها عند أخصائيين نفسيا يعالجونها بس أنا حين ما يهمني أقول لكم قضية العلاج بقدر ما خلونا ننتبه لمثل هذا السلوك بالنسبة للولد اللي عمره عشر سنين المفروض أمه الحين أو أبو أول ما يبكي على طول يقعدون ويتكلمون معه بابا محتاج شيء تكلم عبر الإنسان ممكن يعبر بالعين أو ممكن يعبر باللسان ممكن يعبر باليد فأنت عبر بلسانك يلا وقف الدمعة من عينك وتكلم تكلم يلا تكلم تدريب عملية تدريب يعني إذا استمروا الأخت هذه اللي تسألها السؤال إذا استمرت بالتدريب من ثلاثة شهر إلى ستة شهر مع ولدها كل ما طلب طلب وبكى اتوجها بهذه الطريقة عبر عبر تكلم 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 من ثلاثة شهر إلى ستة شهر بإذن الله رح يتجاوز الموضوع ويتجاوز المشكلة تكلم 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 شكرا